بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله ازايكم عاملين ايه وحشيني كتير كتير النهار ده بقى جبتلكوا تقفيل الخددية اللي انا قصتها معاكم اللي هي كانت على قماش ستان ومتطرازة وكنا جايبينها من عندهم مولاء فبسم الله ومشاء الله عملت لي عدد الكوشنات دي والتقفيل بتاعها زي ما انتم شايفينه وخليت البرواز حوالين داير التطريس بتاعه بارز واجد ضهرهو مع السوستة مع القلاب اللي مغطي السوستة دا الشكل النهائي بتاع الخددية لما بتتقفل يلا بينا بقى نشوف التقفيل ازاي بسم الله الرحمن الرحيم بصوا يا بنات دلوقتي دي كده الجراي بتركب الطرف ده مع الطرف التاني وتخليه مزبطون وتشدل تحت كده بركبت الجراي جوه السوستة السوستة دي طبعا من اللي هي بالمتر مش السوستة اللي متقفلة بتطلع خمسين سنتي وتبقى متقفلة جهزة لأ او تبقى جهزة يعني على الخمسين سنتي لأ انا جايبايها بالمتر وبركب الجراي زي ما انا ورتكو كده في اول حاجة عملتها ان انا خط مساحة اكبر في الظهر زي ما ورتكو في القص المرة اللي فاتت في الفيديو وبرضا هتقولكو في صندوق الوصف تمام من الخط شريحت اول شريحه أول شريحه هلابت السوستة على وشها sheet اخذ القماشة معمولة اوفر تغذي وش السوستة على وش القماشة وتعمل الطرف الثاني احنا احنا اقفلناه منيجي باشا خاطر القلاب اللي هنعملوا عليها انا مخيطتوش بصراحة ده شكل السوستة في النهاية شكلها جميل ما تيجي تفتحها من هنا اتدخلي منها الكوشن تيجو بقى عند القلاب بتغذي جزء من القماشة على فوق كده وتخيطي الجنب ده وتخيطي الجنب ده بس ايه عايزة تخيطي فوق السوستة اوكي عايزة تعملي زي ما انا عملت كده دلوقتي سوتها وبعد كده مسكتها بالدبابيس وخيطتها في الاربع جواني وسبت الدبابيس موجودة معاها وبعد اما قفلت من الاربع جوانب بشيل الدبابيس وبتطلع الكوشن زي ما هو الريكو دلوقتي مع التقفل جبنا الوش بتاع الكوشن من جوه الكوشن انا بشيله عشان وخطر ما يديقنيش وانا تحت الدواس تمام؟ فكده هنا نبدأ نواسطا السوستة بالضبط في نص الكوشن عشان يجي في نص الخددية وتتفتح وتتقفل معاك بسهولة جينا هنا بقى قفلنا الاربع جوانب وزي ما انتو اغذين بالكو ان انا بقفل جنب الخط بالضبط بحاجة بسيطة بصنت واحي علشان يطلع الخط بتاع التطريس ده باين من حوالين الخددية لما نيجي نقلبها دلوقتي خلصنا كده هنعمل اوفر من الاربع جوانب اعملنا الاوفر ادى نظافة هو وزبط الخددية هنيجي بقى نقلب الخددية ويبقى كده خلصناها خلي بالك في الاربع جوانب من الخددية لازم ان تدخل سبايك فيها عشان البوزة بتاع الخددية تطلع مظبوطة تماما تطلعش متطبقة من جوه فدلوقتي انا قفلت السوستة قلبت القلاب على القلاب انا كان ممكن اخد خياطة خط واحد كده مكان الدبابيس بس ما حبيته بصراحة هيطلع فستان بزرزر كده ومجدود فقلت لا اخليه كده لما بيتكوي هكويها بقى وتطلع مظبوطة وزي ما انتو شاهتها فاقول الفيديو دي شكل الخددية نهائيا بعد التأفيل وبعد اما كوناها فاول الفيديو انا وردها لكم وعملت عدد حل من القماش الستان اللي جمنا بنا عندهم والاق والسلام عليكم ورحمة الله